بهدف التخفيف على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الاستثمائية التي تمر بها المملكة بسبب جائحة كورونا قررت مؤسسة أموال الأيتام تخفيض نسبة المرابحة بدءا من 3.75% وتخفيض نسبة العائد على التأجير التمويلي بدءا من 6.5% متناقصا اعتبارا من اليوم وحتى نهاية العام كما شملت القرارات تخفيض الحد الأدنى لمبلغ التمويل في التأجير التمويلي إلى 20 ألف دينار مع قبول العقارات التي لم يمضي على إنشائها أكثر من 40 عاما عند استحقاق القصة الأخير في نهاية مدة التمويل ومن ضمن القرارات التي أعلن عنها اليوم منح تمويلات لموظفي القطاع العام حتى 10 ألف دينار وبكفالة عقود وكمبيلات للموظف المعتمد